مرحبا معكم زياد دلالة من شركة فورد مهندس التقني للشركة في الشرق الأوسط بدي أقدمكم الأكسبلورر الجديدة وفي هالسيارة الجديدة والله في كتير تقنيات جديدة ما أنا موجودة كتب غير سيارة أول شي بدي أقدمكم ماي فورد تتش هو السيستم الجديد الموجود في السيارة بتلقلم أول ما بتدخل قدامك بتطلع دامك 8 إنش ديس بلاي في هالشاشة فيك تتحكم على كل شي بالسيارة فيك تتحكم على الراديو على التكييف على التليفون وكله تتش يعني أنت فيك تعمل كل شي كل شي من التوتش سكرين تتعلل المكيف تتغير القوة تتسكر المكيف حتى الموجود بنسميه ACC يعني إذا بدك المقعد يكون تبريد موجود نفس الشي كل شي عندك في السوني سيستم هنا عندك فيك تتحكم مثل التليفونات الجديدة عندك التغل ويل فيك تتحكم كل شي من هون على الراديو وعالتكييف بس كمان مع كل هاي عنا عنا هون بالستيرين ويل قدامنا شاشتين في هاي الشاشتين الصغيرة فيك كمان تتطلع على كل شي الموجود على الـ 8 inch display على الشاشة الـ 8 inch كل شي قدامك يعني انت فيك تطلع على الـ entertainment طلع التليفون تكييف الكمباس تتحكم من كل شي من قدامك وكمان مع كل هاي فيك تتحكم على كل شغلة بالسيارة بالصوت يعني انت فيك تقل للسيارة انا بدي اشغل التبريد وبدي احطه على درجة حرارة 17-18 فيك تقل له اين ومحطت الراديو بديك كل هاي الشغلات على الـ voice مع هاي كمان عنا شغلات مثل اللي انا كتير بحبها كتير تفيدني لما اكون في العجقة تبعي السير فرضاً جاك تكس ميسج من رفيقك الميسج بيجي عالثيارة الميسج بيطلع ع الشاشة قدامك فيك تقرأه بس احنا ما بدنا اياك تقرأه على السكرين لا السيارة بتقرأ لك الميسج من التليفون بتقرأ لك الميسج كله عشان انت بتنتبه عالطريق احنا ما بدنا اياك ان انت تقرأ الميسج كل هاي التقنيات وكتير اكتر موجود عالال اشتركوا في القناة